لا هي الحاجة الأولى هي الكوتشينغ في الميتون. صحي. في الميتون ونخرج غير وصل الميدان وغير من دومة وتغيرت أشياء كثيرة في اللعب. ولا لعب كما قال لك محمد الأول أنه الدخول بدأ بوداوي صبح يقدر يمشي للأمام يقدر يغطى على محرز يقدر يكون يقدر يكون على سويتين يقدر يكون على رابوي بورتور دي بولان. سواء أميليو ولا أغوش ولا شاكفاي يرنورسي لجو. هذه واحدة. وكان يقدر يدافع كل مرة تصيبه يوصل حتى أمام يعني قلب الدفاعته اليسار ولا اليمين. أنا نظن باللي كان دراسة مليحة من طرف المدرب ولكن كان أشياء اللي حتى اللعبين على ميتون يعرفوا باللي لازم لهم أنهم يعودوا في المقابلة. وأن الفريق الخصم معروف كل شوط تاني عمره مفاز في الشوط التاني ولا دار شوط تاني كبير. فريق طوغو هذا هو الكلام اللي رامع لهم في الصحافة الطغولية أو في الصحافة الإفريقية أنه فريق في الشوط التاني ينهار. لأن الوقوف تأو في الشوط الأول فريق الخصم جنانا من جميعنا واحد. جنانا وكانوا يخارجوا الكرة كما قلتو أشياء كثيرة كانت إيجابية. في شوط التاني ، دخول بصب ميدان التاني بوداوي ، دخول الدخول اللي احياء الكتلا وينسبحول البين ، يوجد يمكنهم الإفترض أن يجوهر وإفترض أن يجوهر. شكرا